السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بنبنوتين علميون البوسترو كانالي إيطاليانو فاتشلة مرحبا بكم في قناتي وقناتكم الإيطالية السهلة إخواني جحل من واحد تمنى فيكم بأنه وشي نهار يوصل يتكلم ويتحاور مثل الإيطاليين إذا اليوم إخواني غادي نشوفوا عشرة هذه العبارات اللي هما سهلين سهلين جدا جدا اللي كيستعملوهم الإيطاليين في اللغة ديانهم وفي الحوارات ديالهم اليومية نعم اليومية ولي كيستعملوهم وكيهدرو بهم على الأقل على الأقل مرة أو جوج مرة في النهار الكلمة اللولة هي بو بو شنو معنيت بو معنيتها لا أعرف يعني ما عارفش ما كيكونوا أحد الإنسان طالياني وكيسولوا على شي حاجة وما كيعرف ما هو الجواب ولا ماذا يقول كيف يجاوب بو بو معنيتها لا أعرف النصيحة هي ما تستعملوش هالكلمة مع البروفيسور ديالكم مع الكابو ديالكم ديال الشغل دياللوتخافاي ماستعملوهاش مع الناس اللي انتو ما ممدسريش معاهم كلمة بو كنستعملوها فقط مع الأصدقاء والعائلة ديالنا العبارة الثانية مي فا نون مي فا شنو نقولو مي فا ولنقولو نون مي فا مي فا كنقولوها منينشي واحد كي سونا لشي حاجة وكس كون راشقالينا عليها باش نديروها كنقولو اوكي مي فا او إلا كنا ما راشقاش علينا باش نقولوها او باش نديروها كنقولو نو نون مي فا برا كوا بيزوني استار التنتي لاتردوزيونة ي بيزوني يفاري مولة التنسيونة هنا خاسكم تردو بالكم من الترجمة حيت لاجين نترجموها كيف ما هي مكتوبة مي فا غاز عطيكم في جوجل ترادوكتور او جوجل ترادوكتورة انا اريد او انا احب او لا اريد ولا لا احب ولكن هي المعنى ديالها الاصلي نون مي فا هي بحلا كس قولوش هي واحد راشقالي لا ما راشقاش ليا عندي لقانة ديالديك الحاجة لا ما عنديش لقانة ديالديك الحاجة هي مي فا ونون مي فا ايرا كتتكتب بواحد طريقة وكتترجم بواحد طريقة ولكن القصد ديالها والمعنى ديالها واحدة اخر كيف بزاف عداد من الكلمة باللغة الايطالية هنا غنديروا واحد المثال باش نحاولوا نفهمو اكتر تيفاديو الشيرة تيفاديو الشيرة واش انت راشقالك على الخروج واش راشقالك نخرجو ولكن ردوا بالكم كيفاش الترجمات هي الترجمات كيف ما احنا كتبناها في تردوتورة ولكن هو الاسس ديالها والترجمة ديالها الصحيحة هي واش راشقالك تخرج واش عندك لقانة باش تخرج ماشي واش بغيتي تخرج حيتي بغيتي تخرج وريدو او تريدو هي فاوي فاعل فاوليرا كما دخلوا تشي حاجة ما عندك شلي كنقولو في هدابة اذا باش نجاوبوا على السؤال شو نخسنا نقولو نو نو مي با او مي با يعني نو مي با هي مبغي شما راشقاش ليها مي با هي واخا راشقاليا العبارة الثالثة هي داي داي اردوا بالكم كيفاش كتنتق داي كلمة داي عندها بزاف ديال المعاني نقدروا نقولو هيا تعال او كفا واول مثال هو داي يعني داي اجل هنا يلا اجلنا او هيا تعال الى هنا او نقدروا نستعملوها ك داي باستا داي يلا هيا سافي وسافي يعني باركة من ديك الحاجة بحلا كان شي حاجة عياتنا فراسنا وصافي بغيناها تنساها داي باستا هاد الكلمة ديال داي ديباند دال رغومانتو يعني صدبو على الموضوع اللي انتو ما كتناقشوا فيه وعليش كتدرو عنده بزاف ديال المعاني وربدوا بالكم وقتش تقولوها وقتش لا العبارة والكلمة الرابعة هي سيف فواري سيف فواري سيف فواري ماشي تمشي لتفكير ديالكم في سيف فواري يعني واشنطا برا واشنطا بالخارج فواري يا بالخارج ولكن الاتاليين كيستعملوها ك مي كيبغو يهدروا معاشي واحد وكيقولوا مشي حاجة ماشي يدي كيقولي سيف فواري يعني زعمكينا واشنطا يا حمق واشنطا يا مجنون واشنطا يا الهباس هدي هي المعنى دياله وده بغنشوفوا بعد الامثلة باش نزيدوا نفهموا كتر هنا عدنا شخص كيسوو اللاخر عنديامو الماري عنديامو الماري يعني واشنمشيو للبحر باش غيجاوبو سيف فواري دي تاستا سيف فواري دي تاستا زعمكينا واشنطا أهبل واشنطا أحمق غادي نمشو للبحر وكي لبرد سيف فواري واشنطا مسطي هدي هي المعنى ديال سيف فواري سيف فواري العبارة الخامسة هي نيانكي برسونيو نيانكي برسونيو شنو المعنى ديالها المعنى ديالها هي مستحيل وفي نفس الوقت كتباني ولا في الأحلام حيث هي لا جينا نترجموها كتباني ولا في الأحلام نيانكي برسونيو السونيو هو الحلم ملين كنكونو كنه معاشي إنسان وكنسقصي وشي حاجة وديك الحاجة كتكون مستحيلة شو باش كي جوبنا كي يقولنا ولا في الأحلام ندير واحد الميتال أنا بغيت نمشي نسافر لواحد البلاسة بعيدة وذلك الإنسان اللي معايي ما بغيش يمشي لها شنو كنقولي يوفاليو ندارا فيا الجارة مي بيات شرب فيا الجارة هو باش غي يجاوبني نيانكي برسونيو يعني مستحيل أنا بغا نسافر أنا بغيت نمشي لديك البلاسة ولكن وغباش ردالية ولا في الأحلام يعني غي حلمي بها رمغا ديس مشي لتش بلاسة العبارة السادسة هي ايس كوبرتو لاكوكالدا كنكونو كنضحكو مع شي انسان وكيقول لنا شي حاجة وذيك الحاجة رمعروفة هوية كيجيب لو الله بحل رقال شي حاجة زع ما عاد كتشفه هواية بحل حلمي كان بغو نقولو ايو اكتشفتي المسخون زع ما عاد عرفتيها ورد الشرك انش حال هادي هي باش كنقولو بطاليانيا ايس كوبرتو لاكوكالدا ولا نقدر نقولو ايس كوبرتو هذي هي المعنى الصحيح ديالا ايس كوبرتو اللاكوكالدا ايس كوبرتو لاماركا زع ما اكتشفتي المسخون او اكتشفتي اماركا هنا عنا چيفيديمو ترجمة قديجي سوف نرى بعدgrass البعض ولكن إلا جينا نشرحوها بالدريجة وبالمعنى الحقيقي ديالها تشي فيديامو يعني نكون مع واحد الإنسان وكنسلموا عليهم يعني نكونوا غادين بحالتنا يعني هي بحال التحية وكنقولوا تشي فيديامو يعني نتلاقاو 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 فيما بعد نتلاقاو أما قريب لا أستطيع أن أرى بعد الآن من الجوع مي كنكونوا جعانين كنحسوا بالجوع بزاف وما كان بقوش نقشعو هي نونتش فيديو كيدا لفامي هي بالدريجة ما بقيتش كنقشع من الجوع يعني فيها الجوع بزاف كلمة ديال باستا باستا أكيد غتكونوا كتعرفوها وأكيد غتكونوا سمعتوها هي كفا بحالة كنقولوا سافي بركة حبس ستوب يعني كتعني بزاف الكلمات ولكن الأسس دياله هي ستوب سافي العبارة العاشرة هي سي سيريو سي سيريو هالأنت جاد مين كان كنو كان هدروا مع واحد إنسان وكان كيقولنا شي حاجة مشيية ديك وكان قولوا لي بالدريجة واش منيتك واش منيتك كذبون كاد الهدرة واش منيتك هي سي سيريو كانت هذي آخر عبارة في الفيديو دياله اليوم شكرا على المشاهدة وشكرا على الوقت ديالكم وعلى السمع ديالكم ما تنسوش الضغط على الجرس بش يأتيكم كل جديد أول بأول وما تنسونيش أكيد أكيد ومؤكد من المسجد ديالكم زوينة والأراء ديالكم خوتي أحبكم في الله وإلى اللقاء في فيديو قادم